أكد وزير المالية أحمد داقوجا كان دولة المصرية تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة على نحو أن يسهم في دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطع الخاص في الاقتصاد كذلك خلال لقائه بممثل مجتمع الأعمال التركي على هامش مشاركته في المنتظى الاقصدي العربي التركي حيث أشار إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع كما أشار إلى أن الدولة تعمل على إصلاحات وتيسيرات ضربية تمد قصور الثقة والشراكة والمسندة مع مجتمع الأعمال مشيرا إلى إصدار استراتيجية السياسات الضربية 2030 قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضربية فما يجعل المستثمرين أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية